أجادت الفنانة التشكيلية إسراء عبداللطيف الرسم على الزجاج والخشب والسيراميك حتى نالت إعجاب الجميع وشاركت في العديد من المعارض وآخرها معرض فنوني اسكندرية حيث تم تكريمها عن مجمل أعمالها أحبت الرسم والصناعات اليدوية وأعمال الدكور منذ نعومة أظافرها إنها الفنانة التشكيلية ابنة الإسكندرية إسراء عبداللطيف بدأت إسراء صاحبة الثمانية وعشرين عامة وهي متزوجة وأم لطفل بدأت موهبتها كما أسمتها بقليل من الشخبطة على الورق حتى أجادت الرسم وأصبحت ترسم طبيعة صامدة ثم أشكال فنية على الزجاج والخشب والسيراميك والميريات والقماش بالأخص قماش القطيفة والرسم والتلوين على وبرت القطيفة التي نالت إعجاب الجميع بدأت الفن والرسم أن أنا صغيرة أنا بقلي 12 سنة مع موهبتي بمارسها وأنا صغيرة كنت بشغبطة على الورق كده شغبطة عادية ملهاش معنا بعد كده بابا وماما وأخواتي نموا موهبة دي عندي فساعدوني وشجعوني بدأت أن أنا بعد كده أرسم طبيعة صامدة وبعد كده بورتريهات وبعد كده نقلت بقى من الورق للوحات وعملت لوحات رسمت على خمات كثير قوي استخدمت الخشب والإزاز والسراميك والقماش رسمت على القطيفة نفسها على وبرت القماش لم تقتصر إسراء على ذلك ولكنها أحبت العمل مع الأطفال والعمل على تعليمهم الفن التشكيلية فجعلتهم من محب الفن والفنون والرسم منذ الصغر وبعد ذلك سافرت إسراء مع زوجها إلى دولة الإمارات الشقيقة وشاركت في أكثر من فاعلية من بينهم العيد الوطني للإمارات كما حاولت نشر الفن والفنون والرسم داخل الأطفال بإمارة عجمان بالإمارات طبعا بعد كل ده حبيت أن أنا أدخل بقى حب الفن الجواي ده في الأطفال قدمت في مدرسة خاصة وتقابلت بموهبتي مسكت عشر فصول نسبة نجاح تسعة منهم كانت تسعين في المية والحمد لله تم تكريمي في المدرسة وعند عودتها مرة أخرى إلى الأسكندرية شاركت إسراء بالعديد من المعارض وآخرهم كان معارض فنون يسكندرية حيث تم تكريمها من قبل محافظة الأسكندرية على مجمل أعمالها